يمكن هاي بسببها النواب يعني اكو قضايا بعض النواب خليني اسمي اكو عدهم ملفات ابتزاز تفتح هذا الملف وينسد هذا الملف لهذا اليوم اكو يعني تجديد بالاجراءات على كل حال هذا الشي ما نقدر ننفي ولا احنا هسا في اطار التحقيق حتى نثبت او ننفي ولكن احنا لنقوله في اطار الدور الرقابي تقدمنا بكثير من الطلبات لاستضافة وزراء واستجواب وزراء كل الطلبات رفضت اذا تلاحظين جنابش هذه الدورة الان صالة لثلاث سنين واكبنا حكومتين واكبنا حكومة السيد الكاظمي وواكبنا حكومة السيد السوداني لم نستجوب لحد الان ولا وزير ابدا ولا وزير ما استجوبنا ولا وزير في ايام حكومة السيد الكاظمي قالوا والله ما يستجوبون الوزراء لانتم من صوتين عليهم ولكن واقع الحال هو يا ملف وصل على هاي الفقرة اللي هي على اساس فقرة قانونية هو يا ملف وصل الى هيئة الرئاسة وقالوا خلص وكذلك الان في زمان حكومة السيد السوداني الان مضت فترة طويلة لم يتم استجواب اي وزير السبب ببساطة ببساطة الكتل نفسها اللي شكلت الاتلاف الحاكم وشكلت الحكومة وصوتت عليها هي نفس الكتل ذاتها اللي تتحكم بانه هذا الملف نستجوب الوزير فلاني لو لا تستجوب وزير يتوافق عليه ترى اني استجوب وزيرك وخلص هو واحد ساكت عني الثاني نفس القصة بالجانب الرقابي السيد المشهداني والمستقلين أعداتهم قليلة نحن نرفع طلبات ثم ترفض والله يرفض شكلا يرفض موضوعا من قبل هيئة الرئاسة كثير من الطلبات وصلت لهم لاستضافة وزراء الاستضافة طبعا تختلف عن الاستجواب والاستجواب وزراء ما كانت تمشي هاي الطلبات فبجانب الرقابي الآن السيد المشهداني أمام تحدي خلي المجلس بالسنة الباقية يا وزراء طلبتوا استجواب ومستضافتهم ورفضت هيئة الرئاسة والله انا من الناس قدم الطلب الاستجواب والسيد وزيرة خارجية وكانت هناك ملفات بعناوين محددة لطالما قسمنا مو هو مسؤول عنها حصلت في زمان قبله ولكنه اجه والآن نسأل من عليها الموجود الآن فنحن نحدز على الشخص قديم ما عندنا هيش صفة قانونية أو ربما ما نكون غادر العراق وآخرين أيضا كان وزير التجارة زين أي فقصدي في جانب الرقابي من هو الاعتراض في وقتها وزيرة خارجية السيد الحلبوسي رفض الطلب في وقتها وقال هذا يرفض شكلا ويرفض موضوعا ومعرف ايش وبينا واقص وكملوا هاي وكذلك طلبوا استجواب سيد وزير التجارة ووزراء آخرين في الجانب الرقابي جزء من الجانب الرقابي مراقبة الأداء الحكومي ومدى التزام الحكومة بالمنهاج الحكومي اللي صوت عليه مجلس النواب يوم 27-10 هذا جزء من الجانب الرقابي الآن ما يختلف اثنيا من النواب من أصل 329 على أن هناك تقصير في أداء دورنا الرقابي الآن السيد المشهداني أمام تحدي أن كل نائب اللي عنده ملفات سواء لاستضافة أو لاستجواب وزير أو لأي شيء آخر المفروض يتعاطى معه بطريقة إيجابية أكثر ينضجوا أكثر إذا بيه نواقص أكو عندنا دوائر معنية داخل المجلس نتنسق مع النائب لإكمال هذه النواقص وتكون الأمور بطريقة سلسة أكثر اثنيا بالجانب التشريعي الآن نحن نشرع قوانين صار لها ثلاث دورات موجودة على الرفوف ثلاث دورات صار لها عشر سنين و اثناء سنة موجودة على الرفوف الآن بيوم نشرع قوانين